للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو الاتلاف السوري المعارض السيد ياسر الفرحان أستاذ ياسر مرحبا بكم جولة من المباحثات تنطلق يوم غد في أستانا بعد 12 جولة سابقة في ظلم ملابسات مختلفة ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجولة في الأزمة السورية؟ مساء الخير وتحياتي لك والأستاذ المشاهدين أستانا بدأ مسارا عسكريا وإنسانيا بوقف إطلاق النار وتم الوصول إلى مذكر التفاهم لتخفيض التصعيد في أربعة من المناطق بقيت منطقة واحدة وأعتقد بأن الأولوية تتمركز لإعادة هذه المنطقة ضمن اتفاق تخفيض التصعيد ولإقامة إطلاق النار على المدنيين فيها أقصى ما يستطيع الوفد أن يصل إليه وبدعم تركيا تحديدا هو الوصول إلى هدنة وربما إذا ما تحلى الوفد بالمرهارة الكافية إذا ما تحلى أيضا بالإرادة الكافية بالقدرة والأسرار الكافي يستطيع أن يضغط ليطالب بعودة الروس عن المناطق التي قضموها خلال الأعمال العدائية الأخيرة الأسلحة التي لدى الوفد هي الدعم التركي تركيا موقفها واضح في هذا الصدد ولا أعتقد بأن هناك ملصات يمكن أن تنجح خلال هذه الجولة ولا في جولات أخرى من أستانا مثل الملصات السياسية المتعلقة باللجنة السورية جهدنا سابقا بأن روسيا حاولت خلال الجولات السابقة من أستانا وكنت حاضرا في بدايتها بأن تطرح ملصات سياسية لتحرف مسار جنيف عن موضوع لتحرف العملية السياسية عن موضوعها وكان موقف وفد المعارضة آنذاك رافضا لبحث أي ملصات أخرى غير وقف اطلاق النار واطلاق صراح المعتقلين وكذلك الأمر كان موقف تركيا التي أكدت دوما لأن أستانا ليست بديلا عن جنيف ولا يمكن أن تكون كذلك واللجنة الدستورية التي طرحتها هذه المباحثات أستاذ ياسر الفرحان تنطلق في أجواء من قصف وحشي من النظام وحليفه الروسي على إدلب إلى أي مدى ترى أن هذا القصف كان ربما تمهيدا من النظام لتهيئة مناخ ما تريده قبل الجلوس لهذه المباحثات؟ نعم بالتأكيد هذه سياسة خصيصة ومتكررة تعتمدها روسيا والنظام معا يعني روسيا دائما تعتبر دماءنا أوراق تفاوضية تضغط من خلال قتل الشعب السوري لتجلس على المفاوضات ويكون سقف المطالب يتمحور بإيقاف هذا القتل وبتجاهل الأمور الأخرى التي هي قضايا أساسية كان يفترض أن تطرح بشكل واضح المشكلة هي في عدم تكافؤ الأطراف التي تجلس على هذه الطاولة المجتمع الدولي غائبا في هذه المباحثات لا يوجد لنا إلا طرف واحد صديق هو تركيا تفعل ما تستطيع وحقيقة ببدأة بإخلاص بعزيمة بإرادة للتدافع عن الشعب السوري في هذه المنطقة مثل ما تفعل أيضا على الأرض في قواتها في هذه المنطقة لكن وبالنتيجة لا تستطيع أن تحقق كل شيء لأن طرفين حاضرين هما روسيا وإيران والنظام والآن انضمت العراق ولبنان التي جميعها دول داعمة لأنضم عالم الشعب السوري نشترك مع النظام في الأشعب السوري وبالتالي أنا أعتقد أن هناك مسؤولية دولية لدعم الموقف التركي أكثر في أستانة وفي غير أستانة نحن نحن الواجب الآن على الأمم المتحدة أستاذ ياسر تركيا مصممة على إنشاء المنطقة الآمنة إلى أي مدى تعتقد أن هذه الجولة يمكن أن تمرر الرغبة التركية بهذه المنطقة الآمنة؟ المنطقة الآمنة المباحثات حولها خارج مسار أستانة هي تبحث ما بين تركيا وأمريكا ويعني أنا أعتقد أن من الممكن أن نحصل عليها لأنها ضرورة للشعب السوري الذي هجر من هذه المنطقة وضرورة أيضا للشعب السوري الذي يرزخ الآن في هذه المنطقة تحت سيطرة مجموعات إرهابية تحاول أن تفرض واقع انفصالي على المنطقة تتبع إلى قنديل تتبع تنظيم بيكيكي الإرهابي وترتكب جراء محرب بحق أبداء المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الحاجة هذه الضرورة هذا الأسرار من تركيا حسنة على أنها القومية وهذه الرغبة هذه المطالب المحقة لنا نحن كسوريين بأن يكون هناك منطقة آمنة يحتمي فيها الملايين الذين هجروا من مناطقهم هذا يجب أن يحصل ويشكل حلا لكل الأطراف الملف السياسي وما يلزمه من تحضيرات للجنة دستورية حاضر وبقوة في هذه المباحثات بحسب رغبة الراعين للمباحثات إلى أي مدى ترى فرص نجاح هذا الملف في ظل استمرار النظام بقصف إدلب؟ نحن قلناها للروس في جولات سابقة إذا لم تنجحوا في أطلاق طرح مرأة سوريا واحدة إذا لم تنجحوا في إلزام النظام وفي وقف قصفكم أنتم بالاشتراك مع النظام على المدنيين كيف يمكن للشعب السوري أن يقبل دورا لكم راعيا في العملية السياسية روسيا ليست راعيا نزيها لا يمكن أن يقبل بها السوريين راعيا للعملية السياسية روسيا تشترك مع النظام في جراء الحرب والإبادة وبالتالي دورها في أستانا محصور في ضمانة النظام والتي ليست ضامنا للمعارضة هي ضامنا فقط بالنظام وبالتالي تتحمل المسؤوليات القانونية تجاه كل ما يرتكبه النظام من جرائم ويصطرد أن تتحملها أمام العدالة الدولية يصطرد أن تجري مقاباتها لا أن تتمنح دور لتكون من خلال راعي العملية السياسية المشكلة الحقيقية في غياب الأطراف الدولية الأخرى لتترك لروسيا المجال لتقوم بهذه الأدوار والتي يعني تنفذ من خلالها سياساتها بدعم النظام على أشماء ودماء السوريين نوسيا تريد أن تحافظ على مصالحها من خلال دعمها للنظام لكن هذه الأدوار لتحقق لا شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ ياسر الفرحان عضو الاتلاف السوري المعارض كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر